اشتركوا في القناة قبل إن شاء وكل ذلك وأكثر من خلال مصممة الديكور والإذاعية أيضا هناك برنامج إذاعي متخصص بهذا أشان سيلح جازي أصعد الله صباحك صباح النور هلا أتمنى أن يكون التعريف دقيق دقيق بي من خلال هذه الدقائق وهذه الإضاءة الصباحية فرصة نتحدث عن أهمية هندسة المعمار وارتباطها بتصاميم الديكور قبل البدء بالمشروع يعني ما بدنا إحنا نقطع مشوار كبير بإنشاء المنزل على سبيل المثال بعدين نلتفت أنه والله أهملنا أنه ما يكون فيه ديكور جميل بغض النظر عن الكلف المالية أو أي مكان في الرقعة الخرسانية كل ذلك من خلالك هلا أنا أحكي أول شي عن أنه إحنا في عنا غلط دايما بالمفهوم عنا بالشعب أنه بس بدأ يجي للتصميم الديكور أو التصميم الداخلي بيجي لآخر مرحلة يعني بكون أنت عامل البيت ومخلص الفيلا وسواء أي كان مشروع بدأ يعمله بيجي بيحكي لك أنا هلأ بعازة مصمم ديكور طبعا كل مفهوم مصمم ديكور اللي هو ورق جدران شوية أكسسوريز كيف تصفية الفرنتشير فدايما أحنا مننوح على هذا الإشي أنه لازم كل البعض إحنا مش مجرد بس أكسسوريز ورق جدران فرنتشير إحنا منشغل على مخططات كهرباء منساعد بالمخططات الإنشائية كتمديدات صحية منبلش من الأي توزيت يعني أي حدا عنده قطعة قلب مثلا حابب يبني أو كمصمم كأي حدا عنده بيت بده يعمل لازم أول إشي يبلش مع مصمم ديكور من أول ما يجيب المساح من أول ما يجيب مصمم المعماري جميل جدا إذن أهمية وجود مصمم ديكور يجب أن ترافق البناء منذ اللحظات الأولى بالحلقة السابقة كان ضيفي زميل لكي مهندس ديكور حمدي حمو تحدث عن العزل الحراري يعني هذا إضافة لما تحدثت عنه بما يتعلق بالمخططات الإنشائية النظرة أو البعد الجمالي أو اللمس الجمالية كيف يمكن أن تكون حاضرة منذ بداية البناء أو إنشاء المنزل تحديدا هلأ دايما نحن نحكي عن المهندس المعماري أول ما يبلش أول ما يبلش بتجيب له قطعة الأرض ببلش شي يعمل عليها هو تقطيعات لهو حسب متطلبات اللي كلينت نفسه شب حاجة مثلا غرفة نوم قدش مساحتها هلأ كمصمم الداخلي اللي ما يفوت على المخططات المعمارية أحنا منعدل يعني ممكن نهيج جدريان كاملة نفتحها على بعض نفتح غرفتين نساعد باستغلال المساحات المعماري أحنا طبعا ما عم بحكي على المعماري دايركت يعني دائما المعماري بيزعلوا منها هو عمل متكامل عمل مشترك أحنا لأننا دائما منعدل على المعماريين فدائما في خلافه بهذه النقطة بهذه النقطة فهلأ المعماري بيعمل المتطلبات الخاصة اللي هو حافظها مثلا مساحة الغرفة 3 بأربعة 4 بأربعة يعني شأن هندسي بحث معماري بهذه النقطة المسلم الديكوري بيجي عنده نظرة ثانية لأنه ليش أنا أسكر هذا الحيت كامل ليش ما أفتح فيه زي بوكس مثلا مفتوح ليش ما أحط إنارة بالأرضية هون وجود المسلم الداخلي احنا منعدل أول شيء على المخططات المعمارية كتعديل جمالي ديكوري يعني مش كتعديل هندسي كتقطيعات منزح حيت منستغل المساحة بلس أنه منيجي بعدين منعدل مخططات الكهرباء يعني هلأ فيه مثلا إينارة هون على الخيط نحن منحاول نغير اتجاه الإينارة بالأشي اللي نحن منشوفها أنت أشرت إلى نظرة شائعة وهي مغلوطة أنه نحن ننتبه لموضوع تصميم الداخلي أو ديكور أو تصميمه بالنهايات تحديدا في أي مشروع بالمنزل أو أي مكان كيف ممكن نعدل هذه النظرة هذا تحدي مهم لدى المصمم الداخلي وأيضا لمصمم الديكور لما أنت تيجي بالمراحل النهائية أعتقد أنه الآن فيه صعوبة أنه أنت يكون في لمس جمالية نظرة لدى المصمم الداخلي بالتعامل مع هذا البناء كيف ممكن نتعامل مع هذه الجزئية هلأ أحنا أكثر المكاتب المعمارية المدنية وهيك صار عندهم فرع للتصميم الداخلي يعني هلأ صار نحن نلاحظ كل مهندس معماري يعمل داخلي أو يجيب حدا يصير داخلي فهي شيء كثير إيجابي أي حدا يروح دغري لأي مكتب معماري استشارات هندسية عم بيكون في حد متواجد تصميم داخلي أو بيكون بيتعامل مع مكتب ورد التصميم داخلي فهي شيء كثير حلو وكل ما صار نحاول نعملها أحنا كل حدا بيصير أنه بيفهم شو مفهوم مصمم ديكور أنه يكون من الزيره إحنا الآن يعني بفترة في تغير بهذه النظرة الخاطئة يعني من خلال خبرتك من خلال ممارستك جميل هذا شيء إيجابي هلأ في كثير ناس خلص أنه بدأت بني أو شيء يكون مصمم ديكور يعني ما بيعمل أي مخطط غير لما يكون يشوف 3D كامل لبيلتا أو لبيتا أو أي مشروع نحاول نحكي يشوف 3D ديكور داخلي بالإشيء البدي نصائح إيجابية لمن يقوم الآن أو في نية لبدأ بمشروع البناء تحديدا بما يتعلق بالتصميم الداخلي وتصميم الدكور أيضا نصائح إيجابية أنا دائماً هاي بحكيها كل كلينت عنا كون عارف شو بده يعمل بس دائماً نحكي أنه كل واحد خليه يختص بالإشي اللي هو بده يا يعني في كثير كلينت أنا هاي المشكلة كثير بتواجهني بيجي بحكي لك لا الكهربجة حكالي هيك أحلى أو مثلاً الدهين الصنايعي وهندس المدني كل واحد بيعطي اقتراح بإشي مش إلى إله فدايماً بنصح أو كإشي أنه كل واحد خليه بتخصصه جميل ممكن يكون فيه أكثر من تصميم لدى المصمم الداخلي بتم عرضه على صاحب هذا المشروع صح بلا حسب هلا إحنا اللزبون دايماً بيجينا بيكون هو عارف شو بده يعني بيجي الناس بيحكي لك بدي كلاسيك بدي مودرن بدي فكتوريا يعني حسب كل ديزاين شو البديه هو بيحكي لك ونحن نوزه يعني بيحكي لك لسك جميل أنت هيك مختاير مودرن هيك مختاير شاهدنا بالمناسبة تصميم وسكتشات الآن من خلال حديثك في الختام أنا بدي أشكرك لقدومك في هذه الصباحات نتمنى لك دائماً التوفيق ضيفة مؤسسة الإذاعة وتلفزيون سيلة حجازي مصممة ديكورو التصميم الداخلية أيضاً نتمنى لك التوفيق إذن أعزائنا في ختام هذه الفقرة تحديداً مني مجحم العدوان أطيب المونى على أمل لقائبكم بحلقة أخرى دمتم بحفظ الله ورعايته وتستمر معكم أليكسندرا وضيوفها الكرام حتى نهاية الحلقة إلى فاصل قصير ونواصل معكم فابقوا معنا